بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء الثالث من الدرس السادس بعنوان Dimensioning Components هنواصل عرض عناصر وضع الأبعاد وهنبدأ بإيه بالDimensioning Figures أول ملاحظة هنا The height of figures is suggested to be 2.523 mm يعني الارتفاع بتاع البعد بتاعنا لازم يكون في حدود 2.5 إلى 3 mm هذه الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية Place the numbers at about 1 mm above Dimension Line and between Extension Line يعني هنا لازم نبعد على Dimension Line تقريبا 1 mm لازم نبعد تقريبا 1 mm ولازم نضع النمبر بتاعنا في وسط الDimension Line يعني إيه؟ يعني بعض الأخطاء كمن Mistake هنا مثال المسافة أجل من 1 mm وهنا الرقم بتاعنا ما هو موجود في وسط الDimension Line المفروض نكتبه هنا 34 في وسط الDimension Line ديه الملاحظة الثانية When there is not enough space for figures or a rows put it outside either of the extension lines يعني إيه؟ لما يكون مفيش مكان كافي Not enough space for figures هنا مثال مفيش مكان كافي عشان نضع الرقم بتاعنا والبعد بتاعنا ممكن نكتب البعد بره الDimension Line وهذه بعض لما يكون Not enough space for rows هنا مفيش مكان كافي عشان نضع الDimension Line ممكن نعمله إيه بره الExtension Line في الشكل ده أو في الشكل ده بالنسبة للوحدات Units The ISO standards adopt the unit of length dimension in millimeters without specifying a unit symbol millimeter يعني بالنسبة للأبعاد بنستعمل البعد بالمليمتر بدون ما نكتب الرمز M-M بالنسبة للإنجل الDimension in degree with a symbol أو place behind the figures and if necessary minutes and seconds may be used together بالنسبة للإتجاه orientation في طريقتين في ال-Line method the dimension figures are placed so that they are readable from the bottom and the right side of the drawing في الطريقة الثانية New Directional Method the dimension figures are placed so that they can be read from the bottom of the drawing هنأخذ أمثلة من قبل الأمثلة هنا في ملاحظة مهمة Do not use both system on the same drawing خلينا نأخذ مثال orientation example وهنا هنأخذ dimension of length using aligned method لو عندنا هذه الرسمة بتاعنا وعايزين نضع الأبعاد بتاعنا هنأضحها كده هنا الرقم بتاعنا أفقي فوق ال-dimension line هنا دائما الرقم بتاعنا فوق ال-dimension line ولكن غيرنا الاتجاه بتاع الكتابة هنا الكتابة أفقية هنا كتابة A مائلة وهنا كمان دائما الرقم بتاعنا فوق ال-dimension line فوق ال-dimension line هنا كتابة بتاعنا دائما فوق A ال-dimension line ولكن غيرنا الكتابة اتجاه بتاعها وأصبحت A عمودي بالنسبة ل-new directional method هنا دائما الكتابة بتاعنا دائما الكتابة بتاعنا أفقية والرقم بتاعنا والبعد موجود فين موجود على خط ال-dimension line على خط A ال-dimension line بالنسبة ل-dimension of angle using aligned method عندنا هذا المثال ونضع الأبعاد بتاعنا فوق ال-dimension line دائما هذه 45 45 45 ونغير اتجاه الكتابة حسب المكان بتاع البعد بتاعنا بالنسبة ل-dimension of angle using a new directional method هنا الكتابة دائما أفقية هنا الكتابة دائما أفقية ومكتوبة في وسط خط ال-dimension نمر الآن لل-local notes place the notes near to the feature which they apply and should be placed outside the view يعني هنا النوتس لازم تكون بره إيه؟ بره الرسمة بره هنا بره المسقط ولازم نترك مسافة تقريبا ب-10 مليمتر بالنسبة للرسمة always read horizontally يعني الكتابة هذه لازم تكون دائما أفقية من بعض الأخطاء common mistake هنا مثال المسافة كبيرة أكثر من 10 مليمتر وهنا الكتابة إيه؟ عمودية وده يعتبر إيه؟ خطأ ترجمة نانسي قنقر